مدينة تيديس العتيقة في الفترات التاريخية تعاقبت عليها عدة حضارات وموقعها استراتيجي يستقطب العديد من الزوار من مختلف الجنسيات المخطط الدائم لتثمين وحماية المواقع الأثرية الذي أطلق سنة 2014 لإعادة الاعتبار لتيديس لا يزال غير مقيد لحد اليوم مخطط حماية الموقع الأثرية تيديس واستصلاحه والذي رهي في المرحلة الثالثة التي تم مناقشتها مؤخرا في المجلس الولائي وهذا المخطط هذا رح يساعدنا في حماية هذا الموقع وكذلك باش نتحصل على ربما أموال لإعطاء نظرة أخرى لهذا الموقع قرابة الـ 1200 شخص يزور موقع تيديس شهريا لاكتشاف هذه المدينة التاريخية التي كانت حصنا متطورا لحماية سيرتا من الهجمات الأجنبية لتبقى شاهدة على تعاقب الحضارات